كثيرة هي خفايا نتائج حروب حفتر التي ما زالت تتكشف وتظهر بين الحين والآخر لعل من أبرزها بشاعة وأكثرها أثرا محاولات تفكيك النسيج الاجتماعي بين الليبيين على الرغم من الآثار ظاهرة للعدوان في المدن التي أعلن عليها الحرب في كل مستوياتها بما فيها المادية التي طالت ممتلكات ومنازل المواطنين إلا أن الضرر الأكبر قد يحدث من محاولات خرق النسيج الاجتماعي الأمر الذي قد يحيي عدوات قديمة بين القبائل والمناطق الليبية وفي محاولة منه لطوريط مدينة بنيوليد خلال حربه على ترابلس أرسل حفتر المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية محمود الورفلي لتولي عملية تأمين طريق الإمداد الاستراتيجي بين بنيوليد وترهونة إضافة إلى محاولات جر مناطق ومدن الساحل الغربي عقب سيطرة ميليشياته على الصبراتة وسرمان إلى الاقتتال لو لا تدارك الأعيان والحكماء وحرصهم وفق مواثيق موقعة بينهم تحفظ حسن الجوار وتدعم التعايش السلمي بين مدن المنطقة الغربية أما في الجنوب فقد استعان حفتر خلال حربه بميليشيات قبلية لمواجهة خصومه من التوب في مرزق ومحيطها بالإضافة إلى إثارة نعارات قبلية بين العرب من جهة والتوب والتوارق الأمازيغ من جهة أخرى كل ذلك تعززه ما أشارت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سابقا إلى خطر سياسات حفتر على الصعير الاجتماعي فقد أكد رئيسها الأسبق غسان سلامة في أكثر من مناسبة أن استمرار النزاع تسبب في تآكل النسيج الاجتماعي على نحو ينذر بالخطر ويظل وعي المجتمع الليبي سدا منعا أمام كل الممارسات التي تستهدف تماسك نسيجه الاجتماعي من أجل تحقيق مآرب حفتر الشخصية للوصول للحكم مهما كانت التكاليف باهظة ومأساوية على البلاد